موسيقى لتوفير احتياطي استراتيجي من الدواء الرئيس السيسي يوجه بالإصراع في إنشاء المخازن الاستراتيجية للتخزين الطبية الرئيس السيسي يبحث مع رئيس البلغاري هاتفيا تعزيز العلاقة الصنعية الاقتصادية والتعاون في مجال الطاقة مصر تدين الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى وتحذل من عواقب استمرار الممارسات الاستفزازية السادسة بتوقيت القاهرة الرابعة بتوقيت جرانيج ناشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للأطقم الطبية وكذلك تشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة مما يحقق دخلا إضافيا للفريق الطبية جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده السيد الرئيس لمتابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر وأوضح المتحدث باسم رئيسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع على الخريطة الصحية للدولة والتي تشتمل على أعداد المنشآت الطبية بكافة أنواعها الحكومية والخاصة والأهلية وتجهيزاتها الطبية بالإضافة إلى القوى البشرية من التواقم الطبية فضلا عن ربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وما تضمنه هذه القريطة من برامج ومبادرات للرعاية الصحية والطبية للمواطنين كما اطلع الرئيس سيسي على الموقف التنفيذي الخاص بتطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية عالمية حيث وجه الرئيس سيسي بأن يتم إنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا داخل تلك المدينة الطبية الجديدة وذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة أكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع أيضا على إنشاء مستشفى أم المصريين الجديدة بساعة 400 سرير والذي سيقدم خدماته لنحو سلاسة ملايين سماء ويعتبر المستشفى الرئيسي لاستقبال مصابي حوادث الطرق في محافظة الجيزة وضواحيها كما اطلع الرئيس السيسي على الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار على مدار أربع سنوات منذ انطلاقها حيث وجه الرئيس السيسي بتوفير الموالد المالية الإضافية للتوسع في المبادرة وإضافة تخصصات جراحية جديدة مع أهمية توعية المواطنين بكيفية الاستفادة من تلك المبادرة وتبسيط الإجراءات الإدارية ذات الصلة وجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراء في الخطوات التنفيذية لإنشاء المخزن الاستراتيجية للتغزين الطبية على مستوى الجمهورية وذلك بهدف امتلاك القدرة لتوفير احتياطي استراتيجي لتقطيع احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي من المستلزمة الطبية والدواء جاء ذلك خلال اجتماع لسيد الرئيس مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة مستجدات إنشاء منظومة المخزن الاستراتيجية للدواء تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس البلغري رومين رديف تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والاتثمارية والتجارية فضلا عن التعاون في مجال الطاقة وخلال الاتصال أكد رئيس السيسي على متانة العلاقات مع بلغرية وتطلع مصر لتعزيز آليات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين على شتى الأصعدة إلى جانب زيادة معدلات التبادل التجاري وتطوير التعاون الاقتصادية من جانبه أكد رئيس البلغري الحرص على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وكذلك تطلع لتطوير وتعزيز علاقات التعاون المشترك يتوجه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ في زيارة رسمية اليوم على رأس وفد الرافع المستوى للعصمة الفرنسية باريس تلبية لدعوة من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسية تأتي الزيارة في إطار حرص الجانبين على تنمية العلاقات البرلمانية التي تجمع البلدين وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة القادمة أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اهتمام الدولة بدعم وتطوير قطاع الصناعة والعمل على تعزيز دور الصناعة المحلية في مختلف المجالات جاء ذلك خلال اجتماع لمدبولي لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير منطقة شق الثعبان وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بشأن الاهتمام بتطوير المنطقة وتزويدها بمختلف الخدمات لتحويلها إلى مدينة صناعية متكاملة للرخام والجرانيت وخلال الاجتماع تم استعرض المخطط التفصلي للتوسعات المستقبلية للمنطقة والمقترحات الخاصة بها وموقف تقنين أوضاع الورش الموجودة بها والداخلة ضمن المرحلة الأولى من أعمال التطوير استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أبرز ملامح التقرير الصادر عن البنك الدولي تحت عنوان الإسكان الاجتماعي الأخضر في مصر بدعم جهود التصدي للتغيرات المناخية والذي يرفع مستوى معيشة المواطنين تدمن التقرير عددا من المؤشرات الإيجابية حيث أشار البنك الدولي إلى أن مصر تتبنى للمرة الأولى برنامجا وطنيا للإسكان يرتكز على ممارسات البناء الأخضر في وحدات الإسكان التي يتم إنشاؤها كما أكد البنك الدولي في تقريره أن الحكومة المصرية تبذل جهودا حقيقية من أجل دمج الاعتبارات المناخية ضمن مبادرتها الإنمائية المختلفة وبرامج الإسكان الاجتماعية عقدت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفارة الإسبانية بالقاهرة والمجلس القومي للمرأة عقدت دورة تدريبية لمسؤول إنفاذ القانون في مجال جرائم العنف ضد المرأة وذلك بمقر أكاديمية الشرطة إدراكا لأهمية الدور الوطني للمرأة في بناء وتنمية المجتمع والحرص على حماية وصيانة حقوقها فقد عقدت وزارة الداخلية بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والسفارة الأسبانية بالقاهرة والمجلس القومي للمرأة دورة تدريبية لمسؤول إنفاذ القانون في مجال جرائم العنف ضد المرأة وحماية المرأة من كافة أشكال العنف بمقر أكاديمية الشرطة وتهدف إلى إسقال وتنمية مهارات الكوادر الأمنية العاملة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة نهاردة نلاقي التحرك والتقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحويل الإنسان والخاصة بالمحور المختص بحماية المرأة من العنف والتعامل مع هذه القضايا في أطر الإحالة القانونية الموجودة في مصر التعاون مع أكاديمية الشرطة خطوة كبيرة جداً في تاريخ الأكاديمية والمحور الخاص بالعنف ضد المرأة من المحاور الأساسية للتعاون مع أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية بالطبع 쉽 turn of course its basicly in the fight against a crime and all the techniques in the fight against crime the fight of against also illegal immigration and human trafficking I am very impressed with the installations of the police academy وقد حرصت وزارة الداخلية ومن خلال قطاع حقوق الإنسان على التأكيد على الخطوات التي قطعتها لمواجهة جرائم العنف ضد المرأة والذي تمثل أبرزها في استحداث كيانات متخصصة لتلقي البلاغات من هذا النوع واستحداث آليات لتلقي شكاوى مع تقديم الدعم النفسي والمعنوي للحالات التي تعرضت لأي شكل من أشكال العنف والتوسع في دور العناصر الشراطية النسائية في هذا الإطار وتكثيف الدوريات والخدمات الأمنية خاصة في المناسبات للتصدي لتلك الظواهر بالحسبчان مع الرجemia للweile والذي يواصل وشворين لدينا عمر جشر لتلك خليستاني فخ squishy ويضع مضر العنف ضد المرأة تضركنات جهاز لل galera والبị شركة تفرق مارض عميحد في الى س lleva وتؤكد تلك الدورة على أن المنظومة الاجتماعية لوزارة الداخلية هي امتداد للمنظومة الأمنية وأنها الملازو الآمن لحماية المرأة من كافة أشكال العنف في ظل العمل المتواصل لبناء قدرات الكوادر الأمنية العاملة في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة وتصدي لمرتكبيها عبدالبركات التلفزيون المصري توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيادة من السهر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 512 قضية تموينية بمضبوطات بلغت 117 طن وفي مجال الاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 34 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيادة من السهر الرسمي لاستلع الغذائية تم ضبط 63 طن أما في مجال البيع بأزيادة من السهر الرسمي لمواد البناء فقد تم ضبط 20 طن إسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 719 قضية من بينها 66 قضية خبز ناقص للوزن وتسعون قضية خبز غير مطابق للمؤصفات أدانت مصر الانتهاكات المتكررة والمتصاعدة لحرمة المسجد الأقصى والتي تقوم بها عناصر متطرفة يهودية على مرأة ومسمع من قوات الاحتلال الإسرائيلي وأكدت وزارة الخارجية أن استمرار مثل تلك الخروقات يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يقوض من فرص تحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين محذرة من خطورة استمرار الممارسات الاستفزازية في محيط المقدسات الإسلامية بالحرم القدسي الشريف لكونها تزيد من المعوقات أمام الجهود المبذولة لاستئناف عمليات السلام حدد مجلس النواب العراقية يوم الأربع القادم موعدا لعقد جلسته والتصويت على استقالة رئيس المجلس محمد الحلبوسي من منصبه وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس يعاني العراق من حالة من الانسداد السياسي في آقاب إجراء الانتخابات النيابية في أكتوبر من عام 2021 حيث تعصر تشكيل حكومة جديدة في بغداد وفقا لنتائج الانتخابات التي تم الإعلان عنها في 30 نوفمبر من عام 2021 أقر البرلمان اللبناني ميزانية 2022 ويبلغ حجم الإنفاق 41 تريليون ليرة والإرادات 30 تريليون وكان محيط مجلس النواب اللبناني قد شهد أعمال عنف ومشدات بين عدد من المتظاهرين وقوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس وذلك بالتزامن مع انعقاد الجلسة العامة للمجلس النيابي والمخصصة لحسم مشروع قانون الموازنة العامة للدولة في تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية أقرت رئاسة روسية بحدوث أخطاء في جهود استدعاء جنود الاحتياط للمشاركة في القتال بأوكرانيا وأكد المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه تم تسجيل حالات الانتهاك مرسوم الاستدعاء مشددا على أن السلطات لم تتخذ قرارا بشأن إغلاق الحدود أمام الرجال في سن القتال في سياق النمتصل قالت بريطانيا أن الدفعات الأولى من قوات الاحتياط الذين تم استدعاؤهم للتعبئة الجزئية لروسيا بدأت في الوصول إلى القواعد العسكرية وأوضحت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا ستواجه الآن تحديا إداريا ولوجستيا لتوفير التدريب لهذه القوات كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع الأسبوع الماضي مرسوما بشأن التعبئة الجزئية لنحو 300 ألف جندي للمشاركة في العملية العسكرية في أوكرانيا هذا وقد أعلنت الحكومة البريطانية فرض عقوبات جديدة على روسيا على خلفية الاستفتاءات التي أعلنتها موسكو لضم أراد أوكرانية وأوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات شملت 92 كيانا وشخصية روسية من بينهم مسؤولون روس كبار شاركوا في فرض التصويت فضلا عن عدد من الشخصيات المقربة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومديرين تنفيذيين في بنوكة كبرى مملوكة للدولة دخلت الأزمة الأوكرانية شهرها الثامن مع تبدد آمال الحل وسط تصعيد روسي بقرار لتعبئة قوات الاحتياط وبالمقابل يحشد الغرب مساعدته العسكرية تحت لواء الجيش الأوكراني في محاولة لإنهاء العمليات العسكرية الروسية ولما بات العالم على أعتاب الشهر الثامن من بدء الأزمة الأوكرانية أصبحت تحذير من استخدام السلاح النووي في الصراع هو العنوان الأبرز آخر تلك التحذيرات جاءت من الولايات المتحدة أكبر داعم أوكرانيا الغربيين بالسلاح حيث قال مستشار الأمن القومي جيك سوليفان إن بلاده سترد بحسب على أي استخدام للأسلحة النووية من روسيا ضد أوكرانيا منوها إلى العواقب الكارثية التي ستواجهها موسكو حال لجوئها إلى هذا الخيار تصريحات سوليفان هي أحدث تحذير أمريكي بعد التهديد الذي أطلقه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء الماضي في كلمة أعلن خلالها أيضا أول تعبئة عسكرية لبلاده منذ الحرب العالمية الثانية مستشار الأمن القومي الأمريكي كان حاسما وقال إن الولايات المتحدة سترد بحسم إذا ما قرر الرئيس بوتين استخدام السلاح النووي في النزاع ولم يصف سوليفا طبيعة الرد الأمريكي لكنه قال إن الولايات المتحدة أوضحت لروسيا خلال اتصالات خاصة ما سيعنيه ذلك بكل دقة وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء الماضي اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن بوتين بتوجيه تهديدات نووية سافرة ضد أوروبا في تجاهل للمسؤوليات التي يوجبها حظر انتشار الأسلحة النووية أما وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف فقال ردا على سؤال عما إذا كان لدى بلاده مبررات لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن المناطق الجاري تنظيم استفتاءات بها وضمها إلى الأراضي الروسية قال إن جميع الأراضي تخضع لحماية الدولة بشكل كامل تصريحات روسية عديدة تأتي في هذا الصياق من ضمنها أيضا ما قاله الرئيس الروسي السابق ديمتري ميدفديف عندما قال إن أي أسلحة في ترسانة موسكو بما في ذلك الأسلحة النووية الاستراتيجية يمكن استخدامها للدفاع عن الأراضي التي تم ضمها في روسيا تهديدات روسية متواصلة تقابلها تحذيرات غربية حاسمة بشأن استلاح النووية تنذر بدخول الصراع مرحلة جديدة ربما لا يمكن معرفة حجم تداعيتها على روسيا وأوكرانيا والعالم أيضا عقد الرئيس الأوكراني فلاديمار زلناسكي وكبار مسؤولي الأمن اجتماعا لبحث سبل مواجهة استخدام روسيا لما وصفوه بأنواع جديدة من الأسلحة بعد أن صعدت موسكو هجمتها في منطقة أودسا باستخدام طائرات مسيرة قتالية وأوضح المتحدث باسم إدارة إقليم أودسا إن روسيا نفذت ما لا يقل عن خمس هجمات على أهداف في المنطقة وذلك باستخدام طائرات مسيرة من طراز شاهد 136 في الأيام القليلة الماضية مضيفا أن إحدى الهجمات أصابت هدفا عسكريا لم يكشف عنه في المنطقة الواقعة جنوب أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح اليوم قال وزير الخارجات الأمريكية أنطوني بلينكين إن الولايات المتحدة خصصت مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 457 مليون و500 ألف دولار وأضف بلينكين أن هذا يأتي لتحسين قدرات أوكرانيا التشغيلية ومساعدتها في الدفاع عن شعبها وحريته بالإضافة لمساعدة وكالات إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأوكرانية قال المدير العام للوكالات الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي إن الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة الذرية في أوكرانيا غير مقبول وشدد جروسي على ضرورة العمل على تجنب حدوث خطر نووي هذا وتعرضت المحطة لأكثر من هجوم خلال الأسابيع الماضية واصل تبادل للاتهامات بين موسكو وكييف بقصف المحطة التي تعتبر أكبر منشأة للطاقة النووية في أوروبا والتي تقضع منذ أوائل مارس لسيطرة القوات الروسية ترجمة نانسي قنقر اعلنت هيئة الملاحة البحرية الدانيماركية عن تسرب غاز في بحر البلطيق قرب مصاريخة أنبيب نوردستريم إسنان وأشارت الهيئة في إشعار للسفن إلى أن تسرب الغاز في جنوب شرق جزيرة بورنهولم الدانيماركية يشكل خطرا على الملاحة البحرية كما حذرت من الملاحة في محيط خمسة أميال بحرية أي نحو تسعة تأكيلو مترات حول موقع التسرب ترجعت بورصة موسكو بنسبة عشر في المائة مسجلة أدنى مستوى لها منذ بداية العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي يأتي الانخفاض الشديد على خلفية التعبئة الجزئية لتعزيز القوات العسكرية المشاركة في أوكرانيا وفي وقت تجرى فيه استفتاءات على ضم أربع مناطق تسيطر عليها موسكو في شرق أوكرانيا وجنوبها توقعت منظمة أتعوني وتنمية أن توصل دول العالم دفع سمن باهذ للحرب على أوكرانيا وقدرت المنظمة الخسائر المالية العالمية المتوقعة للعام القادم بـ 2800 مليار دولار لافتة إلى أن الدول المجاورة لأوكرانيا وروسيا هي التي ستدفع الثمن الأكبر قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير إن مكافحة التضخم هي الأولوية الكبرى لبلاده ضمن ميزانية 2023 بسبب تداعيات الأزمة الأوكرانية وضف لومير أنه تم تخصص 45 مليار يورو العام المقبل للحد من الزيادات في أسعار الغاز والطاقة بنسبة 15% أكبر ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا أصحاب المخابز في ألمانيا على تقليص ساعة العمل يأتي ذلك وسط أزمة كبيرة متمثلة في تضاعف أسعار القمح مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة الأوكرانية باتت الارتفاعات القياسية في أسعار الغاز في أوروبا تخنق المخابز الألمانية التي أجبرت على تقليص ساعات العمل أو حتى خفض درجات حرارة الطهي في بلد يعتمد على الخبز تعد المخابز من القطاعات الصناعية المتضررة بشدة جراء ارتفاع الأسعار حيث تضعفت أسعار القمح مقارنة بما كانت عليه قبل الأزمة كما أن الطحين والزيت المكونان الرئيسيان للخبز أصبح من بين أكثر المواد تأثرا بالحصار الروسي للموانئ الأوكرانية وتبعا لذلك ارتفعت أسعار الخبز بنسبة 18% في بلدان الاتحاد الأوروبي في أغسطس الماضي مقارنة بها قبل عام وفق معهد أورستات للإحصاءات في تلك الأثناء أعلنت الحكومة الألمانية عن إجراءات بنحو 100 مليار يورو لدعم الاقتصاد والقدرة الشرائية للمواطنين في حين تعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة أن هذا الدعم غير كاف إلى ذلك أجاجت مواقف لوزير الاقتصاد الألمانية روبرت هابك الغضب حين أشار الاحتمال توجه عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في ألمانيا إلى إعلان الإفلاس تعد ألمانيا أكبر مستورد للغاز الروسي في أوروبا وقد تعرضت لضغوط كبيرة بعدما خفضت روسيا الإمدادات في الأشهر الأخيرة وقبل العملية الروسية في أوكرانيا كانت روسيا تزود أوروبا بنحو 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي لكنها ردت على العقوبات الغربية التي فرضت عليها بقطع الإمدادات بشكل تدريجي السادسة مستمرة وتتابعون فيها حزب أخوة إيطاليا بقيادة تاملوني يفوز بالانتخابات التشريعية في إيطاليا فاز حزب أخوة إيطاليا بقيادة تاملوني بالانتخابات التشريعية في البلاد وذلك وفقا لعمليات الفرز فقد حصل الحزب على ما يتروح من 22 إلى 26% من الأصوات في حين يتوقع أن يحصل حليفة الرابطة اليمينية وحزب فوردا إيطاليا على إغلبية واضحة في مجلسي البرلمان وفي خطام مقتضب علنت جورجي ميلوني أنها ستقود الحكومة القادمة والتي ستمثل جميع الإيطاليين اشتركوا في القناة بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول مناورات بحرية مشتركة لهم منذ خمس سنوات قرب شبه الجزيرة الكورية غداد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا يشارك في المناورات أكثر من 20 سفينة بينها حاملة الطائرات الأمريكية العاملة بالدفع النووي رونالد ريجان قرب شبه الجزيرة الكورية حيث الحدود الملتهبة بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول مناورات بحرية مشتركة لهم منذ عام 2018 فمع انتشار نحو 28500 جندي أمريكي على أراضي كوريا الجنوبية لحمايتها من جارتها الشمالية التي تمتلك السلاح النووي تسعى سول إلى تعزيز التحالف العسكري مع واشنطن بعد فشل محاولات التقارب الدبلوماسي مع بيونج يانج المناورات التي تستمر أربعة أيام تشارك فيها أكثر من 20 سفينة بينها حاملة الطائرات الأمريكية العاملة بالدفع النووي رونالد ريجن كما تشمل محاكاة لقتال بحري والتصدي لغواصات في إطار منورات تيكتيكية وعمليات بحرية أخرى هذه المناورات انطلقت غداة اختبار بيونج يانج لصاروخ بلستية حيث أقرت كوريا الشمالية مطلع سبتمبر عقيدة جديدة تؤكد عدم تخليها أبدا عن السلاح النووي وتجري واشنطن وسول تدريبات عسكرية مشتركة منذ فترة طويلة ويشدد الحليفان على الطابع الدفاعي المحض لهذه المناورات إلا أن كوريا الشمالية تعتبرها تحضيرات لغزو لأراضيها في المستقبل والشهر الماضي أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكبر تدريبات عسكرية مشتركة بينهما وكانت المناورات بين البلدين قد خفضت بسبب جائحة كورونا والتقارب الدبلوماسي بين سول وبيونج يانج الذي لم يعد قائما الآن قال مسؤول من الإدارة الأمريكية أن نائبة رئيس كامالا هاريس ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا سيناقشا الشاركة في قضايا تايوان الأمنية وأضف المسؤول الأمريكي أن واشنطن ترحب بزيادة القوات العسكرية لليابان ودورها الأمنية هذا ومن المقرر أن تشارك هاريس في جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق جينزو أبي غدا بعد إجراء المحادثات مع كيشيدا اليوم لقي ثمانية أشخاص مصرعهم في فيضان في فنزويلة فيما اعتبر أخران في عداد المفقودين وذكرت وكرة الأنباء الفرنسية أن أعمار الضحايا تتراوح بين 12 عاما و25 عاما هذا وأعلنت السلطات أن في فنزويلة التي سجلت في 2022 متساقطات تزيد عن المعدل الوسطي قد تكبدت أضرارا في عدة مناطق لقي خمسة مسعفين حتفهم جراء الفيضانات التي سببها الأعصار نورو في الفلبين وقال المسؤول عن الكوارس الطبعية في سان ميجال إن المسعفين لقوا حتفهم غرقا في فيضان نهر على الأرجح هذا وضرب الأسار نورو الأحد جزيرة الوزعون مصحوبا بريح عتية وأمطار شديدة الغزارة ومن جهته وجه رئيس الفلبيني بإرسال مساعدات للمناطق المتضررات من الأسار وإلى إسبانيا حيث تشهد جزر الكنار الإسبانية أوضاعا صعبة بعدما غمرتها مياه الفيضانات التي سببتها الأمطار الغزيرة الناتجة عن العاصفة هرمين وتسببت الأوضاع الصعبة التي تشهدها المنطقة في إلغاء العديد من الرحلات الجوية كما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تنبيها أحمر اللون بشأن الطقص غمرت مياه الأمطار الغزيرة والفيضانات جزر الكنار الأسبانية حيث انتقلت العاصفة هرمين من فوق المحيط الأطلنطي إلى وجهة العطلات الشعبية أوضاع صعبة ومأساوية تسببت في إلغاء العديد من الرحلات الجوية كما أصدرت وكالة الأرصاد الجوية الأسبانية تنبيها أحمر اللون بشأن الطقص والتغير المناخي وانهمرت مياه الأمطار بعنف وشوهدت الأشجار المتساقطة والسيارات المقلوبة رأسا على عقب في أعقاب اكتياح الإعصار هرمين لجزر الكناري وفقا لوكالة الأرصاد الجوية الأسبانية فلم تهطل الأمطار خلال يوم واحد في سبتمبر الجاري بهذه المنطقة مثل ما حدث في الأسبوع الماضي وأغلقت الحكومة الإقليمية المدارس كإجراء احترازي كان من المتوقع أن تضرب هرمين جزر الكناري باعتبارها عاصفة استوائية لكن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير خفض من تصنيفها إلى منخفض استوائي ومن المتوقع استمرار هطول أمطار غزيرة حتى يوم الاثنين القادم ارتفعت حصيلة ضحايا حدث صغر كمركب في بانجلاديش إلى ما لا يقل عن 32 شخص فيما لا يزال العشرات في عدد المفقودين وأوضح قائد الشرطة المحلية أن نحو 90 شخصا كانوا على متن المركب وهو ما يعدل ثلاثة أضعاف قدرتي الاستعبية ذكرت وسائل أعلام محلية أن عشرة أشخاص على الأقل أنقذوا ونقلوا إلى المستشفى تشهد أنحاء وسعة من العالم موجة غير معتادة من الأعاصير والعواصف الاستوائية التي تهدد آلاف السكان وتتسبب في أضرار مادية كبيرة ففي كوبا أصدر المركز الوطني للأعاصير تحذيرا من إمكانية تحول العاصف الاستوائية إلى إعصار شديد الخطورة قد يتسبب في انهيارات بعدة مناطق موجة غير معتادة من الأعاصير والعواصف الاستوائية تضرب أنحاء واسعة من العالم وتهدد آلاف السكان فضلا عما تتسبب به من أضرار مادية كبيرة في كوبا أعلن المركز الوطني للأعاصير أن العاصف الاستوائية إيان تنطلق بسرعة صوب غرب البلاد واستتوقعات بتحولها إلى إعصار شديد الخطورة يضرب الجزيرة الكاريبية الحكومة الكوبية من جانبها أصدرت تحذيرا من الإعصار الذي يهدد عدد من المناطق مشيرة إلى أنه قد يتسبب في وقوع انهيارات محتملة في مناطق ذات تضاريس مرتفعة أما الولايات المتحدة الأمريكية فقد أعلن حاكم ولاية فلوريدا حالة الطوارئ بسبب اشتداد العاصفة إيان فوق منطقة البحر الكاريبي وطلبت سلطات ولاية فلوريدا المواطنين بالاستعداد وأخذ الحيطة والحذر مشيرة إلى أنه يتم التنصيق مع جميع شركاء الحكومة المحلية والسلطات الفيدرالية لتتبع الأثار المحتملة لهذه العاصفة في كندا كان الموعد مع العاصفة فيونا والتي ضربت الساحل الكندي وأدت إلى تدمير خطوط الكهرباء وجرفت المنازل وتسببت في خسائر فادحة ورغم أن السلطات الكندية خفضت تصنيف فيونا من أعصار إلى عاصفة استوائية إلا أنها نشرت تحذيرا للمواطنين من أجل أخذ درجات الحيطة والحذر في التعامل مع العاصفة الاستوائية التي وصفتها بغير المسبوقة نظمت وزارة الساحة قافلة طبية مجانية بمدينة القصصين بمحافظة الإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتم خلال القافلة الكشف على ما يقرب من 600 مواطن حيث ضمت القافلة كل تخصصات طبية بجانب خدمات الأشعة والتحليل الطبية بالإضافة إلى صيدلية تتوفر بها كل الأدوية كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية مجانا النهاردة في أحد كرة مركز الأساسيين في قارة الشروق أحد توابع كرة كمان جايين كلنا لخدمة أهلنا دون سلسلة القواف التي تنظمها حياة كريمة بالتنسيق مع مدينة الصحة بالإسماعيلية نهاردة عندنا جهاز أشعة وكل أسبوع عن أسبوع التاني بنضيف حاجة جديدة في خدمة أهلنا والنهاردة عندنا تطعيم ضد فيروس كورونا أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية مشروع مستقبل مصر بالنظر لكونه مشروعا استراتيجيا يتصق وجهود الدولة لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وفتح فرص للتصدير جاء ذلك خلال اجتماعي رئيس الوزراء مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع حيث تم بحث الجهود المبزولة لتعظيم الاستفادة من هذا المشروع بهدف تحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الانتاج الزراعية كلف رئيس الوزراء الوزراء المعنية بالعمل على توفير احتياجات المشروع بما يسهم في توفر البنية التحتية والخدمات المختلفة به انطلقت فعليات مؤتمر جهاز حماية المنافسة بحضور عدد من ممثل كبرى الشركات العاملة في السوق المصرية ويتضمن المؤتمر مناقشة محوري الامتثال التنفسي والحياد بالاضافة للخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم المنافسة التوافق مع قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنفسي عنوان حمله مؤتمر جهاز حماية المنافسة الذي يقام في اطار تنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة لدعم سياسات المنافسة بما يغدم الاقتصاد المصرية ويعزز مناخ العمل للشركات العاملة في السوق وذلك بحضور عدد من مؤسل كبرى الشركات العاملة في السوق المصري معتقد ان احنا الدولة المصرية ورؤية مصر 20-30 لها خط واضح وهو هدفها التالت وهو اقتصاد قوي وتنفسي وبتالي اقتصاد قوي وتنفسي ده هيحدث بقاليتين قالية تنفيذ وانفاذ تام لقانون حماية المنافسة بكل جوانبه وايضا استراتيجية الحادة التنفسي اللي تم اقرارها من الدولة مؤخرا وده دور النهاردة اللي احنا بنحاول نعمله ان احنا بنوعي الشركات بكيفية التوافق مع حكام حماية المنافسة فيما تضمنا المؤتمر مناقشة محوري الامتثال التنفسي والحياد كذلك الخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم المنافسة من بينها انشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنفسي برئاسة دولة رئيس الوزراء والعمل على تعزيز ثقافة المنافسة بزيادة الوعي باهمية التوافق مع قانون حماية المنافسة للشركات العاملة في السوق وذلك لضمان عمل الاسواق بشكل سليم المؤتمر هو مبادرة من الجهاز لتعزيز الحوار ما بين شركات قطاع الاعمال وقطاع الخاص وجهاز حماية المنافسة المؤتمر بيكلم على الايه؟ بيكلم على التوافق كيفية التوافق مع احكام قانون حماية المنافسة ازاي ان انا اقدر اتوافق مع احكام قانون حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة مش الهدف ان احنا نطلع مخالفات ضد الشركات لأ الهدف نحن نعزز التوافق وبالتالي ما بيقاش فيه أصلا مخالفات النهاردة الفعالية فعالية مهمة وتأتي بالتعاون مع الجانب الألماني الجهاز المنافسة الألماني هو من الأجهزة الرائدة في مجال المنافسة العديد من السنوات وبدأنا نحن بالتعاون معهم في العديد من البرامج ومن البرامج هو إصدار دليل التوافق مع أحكام القانون وعدد من الأجزاء بدأنا نشوف التجارب الدولية في الحياد التنافسي وعليه الدولة المصرية وفقاً لاستراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 استراتيجية تتبعها الدولة لدعم سياسة المنافسة والحياد وضمان مناخ تنافسي بالنشاط الاقتصادي منها اعتماد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 بما يعكس اهتمام الحكومة بالتنافس وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة سالي سالم التلفزيون المصري نفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تدوله بشأن بيع الموانئ المصرية لجهة أجنبية وشدد المركز الإعلامي على أن الموانئ المصرية ستظل مملوكة بالكامل للدولة وتغضع لسيادة المصرية أضف المركز الإعلامي أن إنشاء وتطوير مشروعات وزارة النقل ومنها مشروعات النقل البحري والموانئ البحرية تتم بأياد استشاريين وشركات وطنية مصرية أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عددا جديدا من مجلة أفاق استراتيجية تناول خلاله قمة المناخ المرتقبة بشرم الشيخ كما تناول الملف الرئيسي للعدد أبرز الاستعدادات المصرية لاستضافة القمة فضلا عن التجارب الدولية في مجالي دبلوماسية وحوكمة المناخ بحثت مصر مع وفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائية موقف الأنشطة الجارية والمستقبلية للمشروعات الممولة من صندوق المناخ الأخضر في مصر جاء ذلك خلال لقاء وزير الموارد المائية والري مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية بمصر حيث تم استعرض التعاون في تنفيذ مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بساحل الشمالي ودلت نهر النيل بقيمة 31 مليون و400 ألف دولار من جانبه أشهد الممثل المقيم للأمم المتحدة بمجهودات مصر في مجال التكيف مع التغيرات المناخية خاصة في مجال حماية الشواطئ وفرت الدولة حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها بجودة عالية وبأسعار مخفضة تختلف عن الموجودة بالسوق كما عملت الدولة أيضا على توفير مغتلف السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية مثل زيوتي والسكر واللحوم وسط أقبال كبير من المواطنين بجودة عالية وبأسعار مخفضة وفرت الدولة حلاوة المولد بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لها بأسعار تنافسية تختلف عن السعر الموجود بالأسواق ففي مجمع الألف بمنطقة وسط البلد بالقاهرة وصلت التخفيضات إلى أكثر من 25% عن الأسعار المتداولة بمناسبة قرب حلول المولد النبو الشريف استعدنا جيدا من أكثر من حوالي شهر لتوفير كافة أنواع السلع وخاصة حلوة المولد بيتنوحها واختلافها وأسعارها وجودتها العالية جدا الشركة العامة وفراحة كلها متوفرة فيها جميع أنواع السلع الغذائية وبأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة كبيرة من 20% إلى 25% كما عملت الدولة على توفير مختلف السلع الغذائية بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار تنافسية مثل الزيوت والأرز والسكر بالإضافة إلى اللحوم التي لقت إقبالا كبيرا من المواطنين حيث توفرت اللحوم السوداني والبرازيل بتقفيضات كبيرة عن مثيلاتها بالخارج وبجودة مرتفعة عندنا لحمة سوداني بـ 15 جنيه طبعا زي ما حضرتك شايف كده الإقبال هنا كل يوم مثلا عجلينه نص تلاتة تلاتة ونص يوميا وعندنا النحاء الثانية في السوبر ماركت جوا لحمة برازيلي بتسعة وسبعين جنيه طبعا على أعلى جودة المجمع كويس وكل حاجة موجودة فيه وقاله كان زي سنة وإحنا موجودين في المنطقة وكويس أحنا المجمع كل حاجة فيه حلويات حلوة ورخيصة عن بر بره فيه بـ 90 ونت طالع وفيه بـ 100 بره هنا بـ 60 حلوة رخيصة يعني المجمعات الاستهلاكية تقدم للمستهلكين عشرات السلع الغذائية وغير الغذائية من الأرز والسكر والزيت واللحوم ويمكن للمواطن من خلالها شراء السلع الاستهلاكية ولا يشترط حمله بطاقة تموينية للاستفادة من انقفاض أسعارها مقارنة بالسوق المحلي أحمد الحسيني التلفزيون المصري والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد مع ميرفاة المليجي إليك ميرفاة شكراً هبة شكراً يوسف وأهلاً بكم مشاهدين مع أخبار المال والأعمال أخبار الاقتصاد أكدت وزارة البترول العمل على زيادة الاحتياطات البترولية من خلال ترحي المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف بما ينعكس إجاباً على زيادة معدلات الإنتاج المحلية وخلال ترأس الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول أشار وزير البترول طارق الملة إلى أن هناك احتمالات بترولية جديدة وجيدة في منطقة البحر الأحمر حيث تم توقيع ثلاث اتفاقيات للبحث في تلك المنطقة مع قبريات الشركات العالمية أكد وزير الدولة الإنتاج الحربية محمد صلاح أن مصر بذلت جهوداً عديدة لجزب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعقد شراكات مع مختلف الدول وقد جاء ذلك خلال استقباله سفيرة شيكي بالقاهرة بهدف بحث آليات تطوير التعاون المشترك بين الجانبين وتعديز أوجه التعاون المشترك في مجالات التصنيع العسكري والمدني نتحول إلى أسواق المال حيث تبينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعملات حيث تجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء في ممال التعملات العرب والأجانب نحو البيع ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 687 مليار و300 مليون جنيه وسط التدولات كلية بلغت نحو 34 مليار و700 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فقد فتح مؤشر EGX30 منخفضاً بالنسبة 68% وفتح عند 9895 نقطة وأغلق عند 9827 نقطة كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 عند 2209 نقاط وأغلق عند 2243 نقطة مرتفعاً بنسبة 51% وفتح مؤشر EGX100 أوسعاً طاقاً عند مستوى 3140 نقطة وأغلق عند 3176 نقطة مرتفعاً بنسبة 51% نتحول إلى أسواق العملات حيث تبينت أسعار العملات أمام الجنيه المصرية ليسجل الدولار الأمريكي اليوم 19 جنيهاً و44 قرشاً للشراء و19 جنيهاً و55 قرشاً للبيع اليورو 18 جنيهاً و74 قرشاً للشراء و18 جنيهاً و86 قرشاً للبيع فحين وصل الجنيه الاسترليني إلى 20 جنيهاً و97 قرشاً للشراء و22 جنيهاً و10 قروش للبيع وأمام العملات العربية فقد سجل الدرهم الإماراتي اليوم 5 جنيهات و29 قرشاً للشراء و5 جنيهات و32 قرشاً للبيع في حين وصل أريال السعودي إلى 5 جنيهات و17 قرشاً للشراء و5 جنيهات و20 قرشاً للبيع نتحول إلى أسواق المعادن النفيسة حيث تخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ عامين ونصف العام متأثرة بارتفاع الدولار وكذلك عائدات سندات الخزانة الأمريكية فقد سجل المعادن الأصفر اليوم 1641 دولار للوقية أما محلياً فقد سجل الذهب عيار 18 نحو 969 جنيهاً عيار 21 131 جنيهاً عيار 24 سجل 1292 جنيهاً في حين وصل الجنيه الذهب إلى 9048 جنيهاً نتحول إلى أسواق البترول العالمية والتي ارتفعت فيها أسعار النفط بالشكل طفيف وذلك بعد أن تراجعت إلى أدنى مستويتها منذ ثمانية أشهر الأسبوع الماضي متأثرة بارتفاع الدولار وكذلك ما خاوف من أن تؤدي الزيادات الحادة في أسعار الفائدة على مستوى العالم إلى ركود والإضطرار بالطلب على الوقود وقد اتفعت الوقود الأجلة لخام برينت بنحو 2 من 10% ليسجل 86 دولار و32 سنة للبرميل أيضاً خام غرب تكساس الوسيط ارتفع بنسبة 3 من 10% ليسجل 78 دولار و95 سنة للبرميل أما سعر الماضي فقد هبطت أسعار عالمياً بنسبة 2% لتصل إلى 3 دولار و94 سنة لللتر وقد انخفض الغاز الطبيعي أيضاً بنسبة 92 من 100% يسجل 6 دولار و77 سنة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الصين تراجعت تكلفة شحن البضائع من الصين إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين وذلك وستتراجع الطلب على البضائع الصينية على الرغم من اقتراب موسم الأياد وتراجعت شحنات ميناء شنجهاي بالنسبة 8.4% في أغسطس مع انخفاض عدد الحاويات بالنسبة 3.4% وتشير التوقعات إلى قيمة الصادرات الصينية ستستمر في التباطئ نهاية أخبار الاقتصاد وعودة لهبا ويوسف إليكم أشكرك ميرفد انطلقت فعليات مهرجان الإسماعليا الدولي للفنون الشعبية في دورته الثانية والعشرين بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية المحلية والعربية والأجنبية تصارد الفرق المشاركة بالمهرجان فنون بلادها التراثية والمعبرة عن بيئاتها بمشاركة عدد من فرق الفنون الشعبية المحلية والعربية والأجنبية افتتح مهرجان الإسماعليا الدولي للفنون الشعبية في دورته الثانية والعشرين بتشاركنا دول من آسيا ومن إفريقيا دول عديدة عربية صديقة وشقيقة بشاركنا أكثر من عشر فرق على مستوى محافظات مصر بالكامل نحن اليوم نرسل رسالة تحية وسلام لكل العالم اللي عم بيشوفنا من خلال مهرجان العظيم والمحبل الفنون دائما مهرجان إسماعليا انه فلسطين باقية وفلسطين رسالة سلام بفلكلورها وتراثها الموجود دائما نحن اليوم شاركنا وقدمنا لوحة فلسطينية باسم بعنوان دمي فلسطيني ولقينا حفاوة استقبال وتحية كبيرة من جمهور الإسماعليا والجمهور المصري الدائما المحبل لفلسطين الفرق المشاركة بالمهرجان استعرضت فنونها التراثية والمعبرة عن بيئتها من خلال حفل الافتتاح حيث شارقت دول السودان وفلسطين بجانب مشاركة الفرق المصرية وهي ملوي الحرية والشرقية وسوهاج ومطروح وأسوان والعريش وبورسعيد المهرجان الدولي للفنون الشعبية في دوراته الثانية والعشرين الحقيقة من المهرجانات التي أثبتت جدارة في الاحتفال بفنون الشعبية خاصة مع التنوع الثري للفرق المشاركة العروض الفنية للفرق تقام اعتبارا من اليوم الاثنين حتى التاسع والعشرين من سبتمبر الجاري بعدد من المسارح داخل المحافظة لتشكل مركزا ثقافيا فنيا رائعا من جميع دول العالم في أرض مصر شهد شارع الفرهيد للثقافة والكتاب في مدينة البصرة جنوبي العراق تطويرا في الفترة الأخيرة حيث تم إضافة الأكشاك الخشبية والإضاءة والأرصفة التي أطفت جمالا على المكان تمت عملية تطوير بفضل الجهود المضنية التي بذلتها مجموعة من المثقفين والرواد في شارع الفرهيد للثقافة والكتاب والذي تم تطويره في الأونات الأخيرة يمكن لمحب الكراءة والمارة الآن الاستماع بسلسلة من أكشاك الكتب الخشبية والإضاءة الخارجية والأرصفة التي تطفي جمالا على النزهة الثقافية في مدينة البصرة جنوبي العراق عملية التطوير تمت بفضل الجهود المضنية التي بذلتها مجموعة من المثقفين والرواد إضافة البناء التحتية لهذا الشارع أكيد إضافة جميلة وخصوصا هذا الشارع ما نولد هكذا أكيد ولد من رحم المعاناة ومن رحم المناشدات ومن المؤسسين لهذا الشارع الحقيقة والمثقفين ورواد هذا الشارع تأسس هذا الشارع في عام 2015 بجهود لمجموعة من الشباب والمفكرين على غرار شارع المتنبي في بغداد هذا المكان الذي يدخل الآن في عامه الثامن تأسس سنة 2015 بجهود شبابية خالصة تضافر عليه مجموعة من الشباب والمفكرين داخل البصرة أنا أعتقد حقيقة أنه تطوير الشارع الثقافي راح يخللنا بانتقاله من حال إلى حال وبالتالي مثل ما شاهدون اليوم حتى رواد الشارع الثقافي أصبح في زيادة مستمرة سابقا كانت وجوه محدودة تقصد الشارع الثقافي اليوم الناشطين ومنظمات المجتمع المدني الأكاديميين كلهم يرتادون هذا الشارع في يوم الجمعة بفضل تفاني زوار الشارع ودعم السلطات المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تم تطوير الأكشاك ومساحات لقراءة الشعر وإقامة الفاعليات الثقافية أما بائع الكتب والذين اضطروا في السابق إلى السير لمسافات طويلة للوصول إلى مخازن الكتب الخاصة بهم وتحمل ظروف التقص الصعبة أصبح الآن لديهم أكشاك خشبية يعملون منها نهاية الأخبار وإلى تذكرة بالعنوين لتوفير احتياطيين استراتيجيين من الدواء الرئيس السيسي وجه بالإسرائيل في إنشاء المخازن الاستراتيجية للتغزين الطبي الرئيس السيسي يبحث مع الرئيس البلغرية هاتفيا تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية وتعاون في مجال الطاقة مصر تدين الانتهكات المتكررة والمتصاعدة حرمة المسجد الأقصى وتحذر من عواقب استمرار الممارسات الاستفزازية نهاية نشرة السابسة أتتكم من على شاشة التلفزيون المصري شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة